نعم تمت التصويت على الموازنة ومن ثم حسب المعلومات التي وردتنا ليس من اختصاصي أنا مو في اللجنة المالية أنا رئيس لجنة الزراع والمياه والأهوار النيابية للمعلومة الموازنة تذهب لرئيس الجمهورية حتى تصادق ومن ثم تنشر في جريدة وقاء العراقية ومن ثم تذهب إلى وزارة المالية حتى يصادق على الموازنة ومن ثم توزع على الوزارات أو المحافظات كل من حسب النسبة المالية أو التخصيص المالي الذي تم تخصيصه المالي من قبل الحكومة إلى قبة مجلس النواب واضح سياتنا بالآن ربما تلاحظ التخبط الذي تشهده الأسواق العراقية البعض يعزوها إلى موسم قرب حلول شهر رمضان المبارك الآخرون يعزوها إلى الارتفاع الذي يعني وصفه البعض بالمفاجئ في أسعار الدولار بالتالي ما الحلول الموضوعة أخي العزيز هذا السؤال جدا جوهري وضمن اختصاصنا موضوع الارتفاع الأسعار هذا الارتفاع الواضح في الأسعار هو سوء تخطيط الوزارات القطاعية يعني اليوم يجب أن تكون لدى الوزارات القطاعية يعني الاختصاص مثل وزارة الزراعة ووزارة التجارة وأيضا وزارة الصناعة أيضا مشمولة في هذا الملف يجب أن تضع خطة سراتيجية خمسية وعشرية ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد للبلد لحد هذه اللحظة لم توضع أي خطط ولا توجد أي بيانات لدى الوزارات القطاعية المعنية فيما يخص المواد الزراعية أو المواد الجافة أو الثوء الحيواني يعني اليوم تسأل للوزارة القطاعية ذاتها تسأل هل توجد عدكم بيانات للقاعات اللاحم والبياض وماذا ينتج العراق من بيض المائدة إرادات العراق من بيض المائدة أو دجاج اللاحم وماذا يحتاج الفد العراقي عجزت الوزارات القطاعية من جدولة وعداد بيانات حتى نضع النقاط على الحروف ونمضي بتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطن العراقي وهذه هي من البديهيات يعني اليوم الصناعات التحويلية معطلة نشوف في شهر معين في فترة الذروة كيلو الطماطة يصير بمئة دينار يعني الصندوق بل في دينار وبالفين دينار واليوم الطماطة بالفين دينار هذا سوء تخطيط للوزارات القطاعية المعنية يجب أن توضح خطط